يجسد التاسع من حزيران محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث إذ اعتلى جلالة الملك عبد الله الثاني في مثل هذه الأيام من عام 1999 عرش المملكة الأردنية الهاشمية لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة وإعلاء صروح الوطن وصون مقدراته ويتطلع الأردنيون في عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين إلى مواصلة مسيرة العمل والريادة والإنجاز والإصرار على البقاء نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضض أبناء شعبها وقيادتها الرشيدة ويبذل جلالة الملك جهودا كبيرة باعتباره حاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات ويؤكد الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه العظيم أنه يسير على درب واضح نحو المستقبل الأفضل رغم ما يحيط به من أزمات وما يوجهه من تحديات ترجمة نانسي قنقر